نحن قد مر معنا أن عبد الله بن عمر كان يكتب كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله حتى في حال الرضا وحال الغضب وهنا مكمل الحساسية أنه يوثق الحالات الغضبية لرسول الله صلى الله عليه وآله وما صدر منه فيها فمن لعن هذا الذي لا تريده قريش فنهته وقالت له أنت تكتب عن رسول الله ورسول الله يتكلم في حال الغضب والرضا فننهاك عن ذلك فإذا لا بد أن شيئا من هذه الأحاديث تكون محرجة لكهنة البكرية أنتبهين للتحليل هذا؟ تكون محرجة لهم فيعدونها أحاديث مناكير ولهذا السبب تكون هذه الصحيفة لا تشترى عندهم بفلسل هذا الاستخفاف من المغيرة وراءه هذا السبب كيف عرفناه؟ حينما رجعنا لكي نستطلع اتجاه توجه هذا الرجل هذا المغيرة ابن مكسن ما هو اتجاهه؟ حينئذ تنحلك اللغز هذا ينحل حينئذ تريد أن تعرف اتجاهه؟ ترجع إلى سير أعلام النبلاء للذهبي أيضا لما ترجم له في المجلد السادس الصفحة 12 في ترجمة المغيرة ابن مقسم الضبي شوفوا ماذا يقول خلي شوف يقول وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم إنه خعي زين وكان أعمى هذه عرفناها من قبل وكان عثمانيا يحمل بعض الحمل على علي عليه السلام خبيث عثماني يحمل على علي عليه السلام يعني ينال منه يتطاول عليه ومع هذا أنتم تعلمون الآن شوفوا مأساة هذه الأمة التي يسمي نفسها إسلامية الآن المغيرة ابن مقسم الضبي روح اسألهم أنتم اللي يدولون عن نفسكم مسلمين أتباع هذا المذهب المذهب البكر الذي يسمى مذهب أهل السنة تزعمون أنكم أهل سنة المصطفى صلى الله عليه وآله فيفترض أن تأخذكم الغيرة على المصطفى على آل المصطفى صلوات الله عليهم أن تحتكموا للمصطفى قبل كل أحد صحيح؟ يعني هو سيد الكل في الكل فنسألكم لو سمحتم هذا الرجل المغيرة ابن مقسم الضبي ما حكمه عندكم؟ ما تقييمه عندكم؟ ثقة ليس بثقة مقبول مردود معدل عادل مجروح ما تقولون يعني المفروض يرجعون في الجرح والتعديل أولاً وقبل كل أحد إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله أعطى قاعدة ضابطة ما هي؟ لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق فإذا تكون النتيجة أن حكم المغيرة ابن مقسم الضبي منافق من الجارح هنا؟ كتب الجرح والتعديل هذه ماكو ترجع إلى من؟ المفروض إلى رسول الله ختم رسول الله يقول منافق لأنه ثبت أنه كان عثمانياً هذا الخبيث يحمل بعض الحمل على علي عليه السلام بعض الحمل بعض الحمل كل الحمل المهم مبغض لعلي عليه السلام سواء كان قليلاً أم كثيراً النبي ما قال لا يبغضه كثيراً إلا منافق قال لا يبغضه على الإطلاق أي واحد في الدنيا أي واحد يدب على الأرض يقول أنا في قلبي شيء من بغض علي بن أبي طالب إذن نقول لأنت منافق حكم رسول الله صلى الله عليه وآله فالآن شوفوا الآن نختبر هذه الطائفة والآن نعرف هل هذه طائفة إسلامية حقاً محمدية حقاً أم هي على النقيض من ذلك تماماً نختبرهم نقول هل تحتكمون لرسول الله صلى الله عليه وآله أم تحتكمون لغيره الجواب يحتكمون لغيره فالمغيرة هذا عندهم كما مر معنا في ترجمته ماذا قال ابن حجر العسقلاني أحد الأئمة مجمع شنو قال متفق على توثيقه واحتج به الأئمة الذهب يقول الإمام العلامة الثقة منافق بحكم رسول الله لكنه عندهم إمام علامة ثقة ثقة محل إجماع إذن هؤلاء متبعون لرسول الله صلى الله عليه وآله نبيهم محمد صلى الله عليه وآله أم نبيهم ابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل الذي مدح هذا الرجل أيضا في كتابه كتاب أو في كتاب ابنه كتاب العلل لعبد الله بن أحمد يقول سمعته يعني سمع أباه سمعته وذكر مغيرة ابن مقسم الضبي فقال شوفوا العبارة شوفوا العبارة كان صاحب السنة ذكيا حافظا صاحب سنة نعم سنة ماذا سنة التحامل على علي بن أبي طالب عليهما السلام فهل من السنة عندكم الحمل على علي بن أبي طالب والتطاول عليه هذا دينكم والله فضحتم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضحكم الله أنتم مفضوحون في الدنيا والآخرة أنتم لا حق لكم في أن تسموا أنفسكم أهل السنة أنتم أهل سنة البغض والنصب والعداوة لزعيم أهل البيت بعد رسول الله الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام